موسيقى مشاهدين ومتابعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي ولاد البلد النهاردة وكالعادة منذ بداية الأحداث الساخنة والمؤثرة محليا وإقليميا وعالميا وعدنا حضراتكم أننا بنسلط أضواء كاميراتنا من خلال منصتنا الإعلامية ومن خلال برنامجنا على ما يستجد من أحداث أولا بأول ما زالت الأحداث ملتهبة ما زال الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية مستمرة بل وبلغت قمة التبجح والجديد يا جماعة التدعيات والمزاعم الإسرائيلية التي نتجت كرد فعل طبيعي وأظهرت الإفلاس الإسرائيلي على المستوى العام إسرائيل فلست مش لقية أي حاجة تبرر بيها موقفها تجاه الوضع القائم في فلسطين آخر كسبة بتجذبها على نفسها أن مصر كانت سبب في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية لأشقاءنا الفلسطينيين بغزة وهذا ما يكذبه العالم بأثره كل حاجة كانت على الهوى كل حاجة كانت منقولة على مرء أو مسمع من العالم كله وده رد فعل طبيعي لإنسان كاذب بيحاول يشوه الصورة حتى يستمر في طغيانه وفي تبجحه الذي يتعامل به منذ بداية القضية حتى الآن وهذا يستدعي علينا كمصريين أن نوجه رسالة إلى العالم بأسره الجيش المصري ليس من يرتدي الزي العسكري مصر بها مية وخمسين مليون مقاتل مصري على أتم استعداد لتقديم حياته ثمناً رخيصاً من أجل الدفاع عن الأمن القومي المصري ومقدرات هذا الوطن وحول ما يوجبه علينا ضمائرنا ووطنياتنا وولاءنا وانتماءنا البلدنا في هذا الوقت الراهن أن نصطف يداً واحداً رجل واحد خلف قيادتنا السياسية لكي نستطيع المواجهة لما هو أبعد من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الرؤية وضحتها جماعة ولما حنتكلم على الاستفاف خلف القيادة السياسية يبقى لازم يكون معنا ضيف عاش الموقف جماعة ونقدر نستفيد من نموذج محاكاته الطبيعية بالمواقف المعصرة وخير من يفيدنا بعلمه وبخبرته في هذا الموضوع رجلاً عاش مثل هذه الأحداث في الوقت الصعب التي مرت به الدولة المصرية منذ عام 2011 معنا ومعكم السيد اللواء أركان حرب طارق المهدي عضو المجلس العسكري الأسبق ووزير الإعلام الأسبق والمحافظ الأسبق لمحافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر وآخرهم الإسكندرية أهلاً وسهلاً بسيادتك سيادت اللواء أهلاً بيك محمد بشر سعيد وبحييك على المقدمة اللي طالع من القلب مش مش بلاغة فيه أحياناً بيبقى الكلام بلاغة وأحياناً الكلام واضح إنه طالع من القلب فهيصل لقلوب الناس إحنا بنشكر حضرتك يا فندم إن حضرتك أتحتلنا الفرصة بهذا اللقاء اللي بنحاول من خلاله ومن خلال تجربة سيادتك الشخصية كقيادة في وقت صعب مر على الأمة المصرية وكنت سيادتك قائد وليك مواقفك سواء على المستوى العسكري سواء على المستوى السياسي سواء على المستوى الدولي لإنك مسلت مصر بصفتك رجل عسكري في العديد من المحافل الدولية ووسط كيانات عسكرية قبرى تمس دول عظمة عايزين نعرف من سيادتك نظر عامة وتحليل اللواء طارق المهن على ما يدور من أحداث مؤسرة في الوقت الرهن سواء على المستوى المحلي الإقليمي العالمي الحقيقة يعني وانت بتتكلم تداعيات ما بعد حرب 67 جاية في دماغي لكن هأجلها شوية لكن هي أقرب للمشهد لأن انت في حرب بعد حرب 67 مهم قوي أن المصرين يعرفوا أن احنا ما نهزمناش ولما طلعت الناس تقول لعبد الناصر مش فكرة أنه عبد الناصر لا فكرة عدم الهزيمة أنك توجد كبش فدى عشان تقول أنه هو السبب وتبقى خليت مسؤوليتك أنك تقول لأ ده فكرة أنك رفضت الهزيمة رفضت الهزيمة ولما طلعت حتى الأغنية بتقول رفضنا الهزيمة مصر العظيمة كانت تعني هذا لأن أنا ساعة ما كنتش دخلت الجيشنا دخلت بعد ياب سنة إنما المناخ العام إن إحنا رفضين الهزيمة سيبك كمان من التدعيات اللي بعديها طب أنت لما تيجي تفكر هو العسكر اللي بيتضرب ده تلميذ اللي بيذاكر لو ما حسش إنه عشان هيخش امتحان ويتأهل عشان يكمل في حياته وياخد مؤهل عالي ويبقى لي وظيفة مش هيشتغل مش هيذاكد تمامي فبرضو ده نفس العسكري اللي بيتضرب لو ما كانش واسق ومسدق إن ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة ما كانش تضرب بهذه الكفاءة ما كانش يستخدم معدات وقصد بالعسكري ده اللي هو من أول الوزير الدفاع لغاية أصغر مجند ودول كان فيهم أبناء الصمت يعني يخريجي الكليات كلها اللي دخلوا 66 ما خرجوش غير 74 يعني قعدوا 8 سنين دول تحت السلاح كل اللي بيشغلهم استرداد الكرامة فكرة عودة الحياة فكرة ما كانش فيه الأنا الشخصية عالية الأنا اللي تخص الدولة هي اللي عليها فلا الخريج الجامعة اللي هو اشتكى ولا العسكري العادي اشتكى اشتكى زي أي بشر ان انا المية وحشة شوية يمكن حتى ما كانش يعني العربية بتاعة المية اللي كانت تجيب لنا مية كان ممكن فيها عساكة تستحمى فيها ويجاة واحنا بنشرامها كويس ان احنا عايشيني يعني ناصد ايه ربنا كان مبارك فينا اعما نعرفش المعلومة دي لكن بشكل عام الاصرار على التدريب والتضحية ده للعسكري وهدي شوية ارقام بعدين هنتقل للمشهد فطر اتبنى انا رئيس القناة الدفاع الجوي اتبنى الدفاع الجوي بدايته تمانية وستين مصبوط اتبنى بيترمي عشان تعمل بقى هذه الصروة من المواقع الدفاع الجوي والدشم والخلصنات واشكال معينة وافكار ابداعية الفتحة موازية للقناة الاطلاق الهيكالي التدريب العسكري اللي هو الشاب الصغير اللي عنده عشرين سنة ده اللي شايف الطيارة دخل عليه وبصص في تلسكوب وقلبه ما واجلش وكمل المهمة لانه طول ما هبيقول انا شايف طيارة ده منتهى الصمود طب كان بيترمي ايامها في دوشم السواريخ بس من جيب مصر وهنت في ظروف اقتصادية صعبة و اربعة مليون جنيه اسمنت ليس دوشم السواريخ بس ده نموذج الناس بتعمدن القناة وبتعسينا اللي تهجروا الشرقية اللي تهجروا قعدوا في مدارس وحمام مشترك المدارس شغالة انا الحقيقة مش متخيل المشهد وهارجع قبل كده بقى كمان المدارس شغالة بقيت المدارس وفترة الصباحية وفترة مسائية القسر موجودة في هذه تركوا بيوتهم واستمروا في إدارة الحياة مش عشان يشتكي بس اه اكيد كان تعبان اكيد كان بيعاني اكيد كان ظروف وحشة جدا انما اصراره على الهدف كان هو اللي بيسبقه ويمكن لو جيت قبلها بشوية انت لما نهر النيل جه اضطرت تنظم عليه رأي وعشان تنظم عليه رأي اضطرت تعمل ما يسمى بالقوات المسلحة عشان تأمن هذه المواقع للرأي عشان تحافظ على هذه الدولة فهذه العلاقة التاريخية لدولة مركزية بسيطة متسمحة علاقاتها ببعضها ما فيش انفصال يعني انت تقول الجيش ايه الجيش ما هو اللي سكن في الدور الخامس العسكري والزابط اللي سكن في الدور الثالث والايا كانت فئة المجتمع ايا كان نوعيته ايا كان تأسيماته ايا كان مستوياته الاجتماعية او الثقافية انما من كل بيت لانها ما لهاش بدلية ده خدمة الزمية فكل ابني وابنك موجودين طبعا فهذا النموذج اللي بدأ من مصر الفرعونية والنيل وانك تحافظ عليه وانك تأمنه وانه يبقى عليه قوات مسلحة هو ده اللي خلانا صمدنا لما انت تقال لما الشهيد عمان عمرياض يبقى رئيس اركان حرب قوات المسلحة ويبقى على مسافة 200 متر ده احساس بالنصر العسكري اللي حط جسمه في مزغل النيران ده اللي هو طالع منه طلقات بحسابات العقل قال له ده الرجل مجنون راح يموت لا مش راح يموت لا ده هو داب في المهمة داب في هذا الوضع ففكرة الاستفاف هو العسكري ده الفكرة انه هو هيموت مش هيشوف لحظة النصر مش هيشوف اكليل الظهور مش هيشوف العائد منها انما هو ايه استشهد عشان احنا نعيش ومش مطلوب دك طول الوقت انما في لحظات الازمة انت مطلوب هذا النوع من الاصفاف مش مطلوب ان حد يلعب في دماغك مش مطلوب زي ما عندك مكون اعلامي زي ما عندك مكون ثقافي ولا سيما النهارده الاعلام بقى فيه الاعلام الفرد اللي هو معه موبايل وبيبعث وبيصورك سوشيال ميديا اهى فاحنا بشكل عام المشهد في ازمة اقتصادية في ازمة اقتصادية اه اه نتيجة كمان عالمية وشخصية واخد ذلك عالمية ان كان فيه كورونا وكان فيه حرب اوكرانية وشخصية انت بتعملها دلوقتي باصلاحات هيكلية بمعنى اه وثيقة ملكية الدولة اللي اتعملت في اتنين وعشرين عشان تنقل اه القطاع الخاص بشكل ده نعم الاصلاحات الهيكلية التوجهات الاستراتيجية اللي اتعملت في اربعة وعشرين لثلاثين فانت بتجتهد الحوارات الكسيفة اللي بتتم والحوار الوطني اللي بتتم بمفهوم انك اسمع افكار اخرى واراء اخرى ده انت بتحاول تواجه هذه الازمة الاقتصادية والداخلية واحنا شوفنا يمكن متغير في ايجابي جدا في موضوع لما سعر الدولار عالي وبعدين سمعنا بعض وطلع في حلول عند المجموعة الاقتصادية والحلول تأثيرها انه تمنى وهو بيطور كل شوية هذه الحلول ويوجد لها عليه انت وانت عندك ظروف اقتصادية انت في حزام صراعات حزام صراعات يؤثر على الامن القومي بمفهوم الشامل بمفهوم الامن القومي بمفهوم الاقتصاد والسياسة والاجتماع والاعلام والثقافة والهوية وقول زي ما تقول والتاريخ وكل دي برامترات في لان الامن القومي قدرة قدرة على المقاء قدرة على الاستمرار قدرة على ان احنا نتننا في المكان ده بحدودنا 7000 سنة وغزونا الفكري والثقافي للآخرين هو اللي بيكسب عن غزوهم لنا ده يستدعي بنا يا فندم ان انا تسمح لي ان استوقف سيادتك انا هكمل الصراعات بس اقول نقطة حساسة جدا حضرتك قصرتها في تعليق سيادتك الآن وهو ما يدور حول مصر من صراعات الرؤية اللي انا عايز اوصلها للمشاهد اللي ااكد لهم بضرورة الاستفاف يا فندم اللي سيادتك نوهت بيه وخصوصا كمان في كل الاماكن اللي حضرتك بتدي فيها محاضرات لتوعية المواطنين بصفتك راجل العسكري خط التجربة العسكرية القيادية واستكملت هذه المسيرة بتجربة قيادية تنفيذية في الدولة في عدة مناصب تنفيذية اخرى اتفضل فندم كل النمازج اللي هقولها في حزام الصراعات اللي حوالينا هتشوف فيها التفرق والتشارزم عدم الاستفاف حوالين الدول وهبتدئ من بعيد قوي لما العراق اتقسمت بقى المية التركية بدايقها فيها بقى الاكراد بيتكلموا على البترول بقى فيه طائفية مع ايران بقى فيه نوع من التشارزم بين ما تملكه الدولة المركزية والجهات المختلفة تكرر نفس الكلام في لبنان بالمفهوم الطائفي وتوزيع المناصب ومش عارف تختار رئيس جمهورية وازمة اقتصادية بيتكرر نفس الكلام سوريا والحرب بالوكالة بين الإرادة والخليج وروسيا وأمريكا ده المشهد اللي احنا وصلنا له بعد كده بقى على حدودنا العراق قزف الليبيا بنفس المفهوم وان فيه حكومتين ومجلسين النواب وخناء على الصروة والسلطة وعدم اتفاق ومبرح كان في ترابلس حد بيتضرب عليه نار وبيتقتل واحد من النواب ومن النواب اللي هو لما توصفه انه هو مش عايز اقول متسامح يعني متعادل مش مقالوش انحية ذاته العنيفة نفس النا بتكلم حوالينا هون السودان بنفس المفهوم الجيش والدعم السريع واخناء على الصروة واحتمال درفور تتفكك واحتمال شرق السودان يتفكك يبقى انا بقى عندي جنوب ووسط وشرق وغرب وده بيؤدي للتشارزم والتفكك لان ما بقاش فيه لا حكومة واحدة ولا جيش واحد اللي اتنين مطلوبين نفس السيناريو احنا شايفينه هذا الصراع ومحاولة القوى العظمة انها تخش فيه بحر الاحمر انها تبقى جزء من منظومة البحر الاحمر انت عملت تجمع البحر الاحمر تجمع عربي لكن انت بتدخل الحسين اصبح فيه احتمال يبقى بتدخل في البحر الاحمر لكن الخليج العرب اصبح فيه قوى استراليا وانجلترا وامريكا مع الخليج العربي بتأمن هذا المكان الحسينين وانقسام داخل اليمن بين حكومة شرعية وحكومة اليمن شمال على طول والغاز المتوسط والصراع وده احدى التهديدات الرئيسية لان التهديدات التي ما بقيتش على الايدولوجية بقت على الاقتصاد بشكل رئيسي الغاز المتوسط البوابة الشرقية بقى لينا وهي مفرزة يعني غازة مفرزة لينا واحنا عمرنا ما تهاجمنا غير من خلال هذا الاتجاه فهمش تهديد تهجير بس ده تهديد هوية وتاريخ وجغرافيا خد بالك ان الناس دي مصرع على اجندة من قام النقراشي باشا النقراشي باشا اللي هو كان رئيس وزراء مصر في 48 اللي هو ابنه الدكتور هاني النقراشي واحد من الخبراء العالمين في الطاقة الجديدة والمتجددة وبيحيي في المانيا هو واحد من مجموعة الشرقية الست رئيس عفتاح السيسي اتعرض عليه في 48 انهم يتهجروا لسينة 48 ورفض وبعدين اتكررت مع جمال عبد الناصر في 55 ايام بداية الاشتباكات اللي هي انتهت ب 56 بس احنا بنبصر ورفض واتحضرت عن رئيس السادات ورفض لان فيه رفض شعبي ورفض دولة ورفض حكومة فالنهاردة التهجير انت رفضه على مستوى رئيس الجمهورية قاله بشكله اضحى على مستوى الوزير الخارجية انت فيه نشاط دبلوماسي هايل عشان تحتوي ما يحدث في السودان وما يحدث في ليبيا وما يحدث في اليمن وما يحدث في الخليج وما يحدث في العلاق هل انت محتاج هذا النشاط؟ محتاجه محتاج لانك انت مش عايز البيئة المحيطة بيك يبقى فيها هذا الشكل من الصراعات الامن القومي في تعريفه او في جوهره تنمية انك انت يبقى فيه تنمية وتنمية دي برضو مش مجرد تنمية اقتصادية يعني انا كان معايا جنيه بقى معايا عشرة لا تنمية وفي منظمة الحياة كلها في السياسة في الاقتصاد في القضاء في التاريخ في الاعلام فكلمة التنمية دي كلمة متكاملة طب الامن القومي هو ايه؟ هو احنا كلنا مع الحكومة مع الشعب بنحافظ على اللي في ايدينا ونطوره طبعا نحافظ عليه ازاي؟ واحنا منقسمين لما تختلف الرؤى وتختلف المصالح ده تعريفه البسيط العالمي بدايت القص فانا لما بدأت بالاقتصاد ما كنتش اقصد التنمية دي بس اللي هي الاقتصادية لا بدأت ان التنمية في مفهومها الشامل الحوار الوطني نعم التنمية ملكية الدولة نعم التنمية هذا الحوار اللي بنا لان انت ثبت طول الوقت ان هذا الوعي الجمعي المصري ما تديش فرصة لحد يهده ما تديش فرصة ان انا ما يحصل في السبعة وستين ديقول لنا انا تهزمت في طعاية في البيت لا تطلع وتقاوم في راس العش تطلع وتعمل ضربة جوية في بير العبد في 14 يعني بعد 14 يوم فريق مضكور ابو العز كل هذه النماذج من العمل العام اللي هي ما تنفعش وانت متفرق ما تنفعش غير وانت مصطف ما تنفعش الاهم برضو عشان ما حدش تعدد الاراء رحمة هذا كلمة الحوار الوطني فيها الرحمة لانك بتسمع افكار اخرى تعدد الاراء تكامل حضرتك ليك رؤية وانا لي رؤية وده ليه تصور للعمل وده ليه تصور للعمل انا شايف ان المساحة اللي ابتدأ يبقى فيها هذا النقاش بما فيها النقاش اللي احنا بنديره لانك انت بتدير قضية وعي عام نعم يعني ايه امن قومي فبتقول نعم هذا اللي اعطاب هل انت محتاج بشر يكونوا نموذج وقدوة تمشي وراهم اه بالتأكيد لان الفعل الانساني لم يفقد تأثيره الشخص نفسه الصادق يعني حضرتك في التجارة اللي كنت بتحكي عليها في المحافظات بما فيها الاعلام بما فيها حتى خدمتي لغاية رئيس امكان دفاع الجوي مبنية على ان الناس اللي قدامك دي مصدقة انك مش بتتشدق بكلمات او بتتزاكى او بتعرف تصيغ جملك لا ده انت تعني ما تقول وبرضو ما يعنيش بما اقول ان انا املك الحقيقة المطلقة لا احد يملك الحقيقة المطلقة مش انا بتكلم صح كل لا لا ده رؤيتي بس طلع من قلبي فانا بقول رؤيتي وعندي استعداد اسمع اللي قدامي وحلله واحنا عندنا في الجيش تقديل الموقف ده شيء رئيسي نعم يعني لو القائد بياخد القرار الواحده ما كانش قاعد الناس على ترابيزة كبيرة وقاعد عليها من اصغر مصدقاء لانك في الاخر انت عشان في اي حاجة انت هتأكل الناس وتشربهم وتسوق عربية وتشغل كهرباء وتشغل انا بقول بس يعني اصغى سينا شوية انت دولة مركزية عبر الزمن انت عندك وقلاء وزارة شغلوا الدولة دي في 2011 رغم كل مساوئ البيروقراطية المصرية لكن في العقل الباطن ان بتاع شركة الكهرباء لازم تشغل الكهرباء ما قالش ايه لا انا مش راعب وماشي بتاع شركة يعني لولا كنت اقول لكم بتاع البنوك اعمله كده لولا انك كان الحالة الامنية منفلتة فانت مضطر تأمن البنوك لما تيجي تصرف المرتبات هي اللي حاجة الوحيدة تتأخرت ويمكن طلع فيها يمكن رقم يمكن 160 دورات او 164 دورات شرطة عسكرية عشان تأمن لكن كل مرافق الدولة ما حدش قال لهم لأ نقفالها واصل مرافق المياه في بيتكم نعم الجهربة في الشارع شركة النقل العام ايا كان لكن هذا العمق المركزي الاستفافي اللي هو ما قال لكش تحرقوا بجازمة وما مبقاش في دولة اهرب أنا بالعكس كله كان بيستعر بما فيها النموذج البسيط قوي على عفويته لكن مقدر اللي كان الشعبية يعني الرجل يعني ده بيأمن مين بيأمننا كلنا يعني قام بدور بديل هل انت محتاجه نرد لا مش محتاج ولانك عندك حكومة مركزية وعندك جيش وعندك شرطة ففكرة ان احنا في تهديدات احنا اخدنا العراق والسوريا ولبنان واليمن وليبيا ده بالاضافة اللي بدأنا بالكورونا وحرب اوكرانية والحسيين التدخل الايراني في الخليج العربي ان كمان بقى فيه دول اوروبية وانا يمكن زي ما انت بتقول في المؤتمرات كان فيه عيد دائما انك تدخل دول مش من المنطقة فيه تأمين البحر الأحمر واحنا بس نسينا وده كان الجيم ساعتها بدل ما بيتلعب بالحسيين كان بيتلعب بقراصنة كان القراصنة بتاع الصومال اللي هما بي فقال لك ايه نعم القيادة للبحر الأحمر وما كناش احنا مستهويانة قوي كمصري احنا دي اللي هي مصري يعني وكنت انا اللي حاضر وزي ما تقول انا بتكلم على 28 وزير دفاع اوروبي وسابعة كنت محدر مكان السيادة المشيطة انت ولا ارحمه وانا رئيس اركان الدفاع الجوي ف28 اوروبي كلهم مزراء دفاعي ممكن انا لوحيد مكان نائما لما بيتطرح اه هم مقدرين قدر مصرح الحقيقي كموقع استراتيجي كمنفذ كمنطقة استقرار انت مهم جدا بالنسبة لهم انت مفروض ان طبيعي واعتقد ان الرسال الواضحة اليومين اللي فاتوا انه يخاف انك تنزلق لحرب اقليمية هو عينه على ايه غير تأمين مصار التجارة بتاع البحلع عينه على ايه غير انه يضرب مصارات الصين اللي هو المصار الهندي اللي هو هيوصل لاسرائيل اه عينه عينه على الاتجار في البشر لانه هيعاني منها في شمال المتوسط عينه على اه الاتجار بالمخدرات عينه على الهجرة الغير الشرعية طب انت لما تبقى دولة مركزية مستقرة مين هيجرق يركب مركب من اسكندرية ويعدي الناحية التانية مش عزبة وهدلك وبالتالي يبتدأ يهرب للاماكن اللي هي مفككة كل اللي غربك وانت ماشي بيتعرض للمشكلة وهدلك حتى الصراعات البشرية فيها شديدة داخليا انا مش عايز اسكر بقية الدول الغرب يعني القلينا على الاقل في ليبيا لكن كل الغربها في مشاكل فبالتالي فيه هجرة غير شرعية من التونس من المغرب هو الان من ده طب انت دولة مركزية ورمانة ميزان تنزلق الحرب هتنحزل ده وطبقى ضد ده ومع ده انت عائل جدا انك بتتعامل مع الحدث انك هتاخد حقك من خلال قوة دولة الشامل اللي هي كل الاشياء اللي هي الدبلوماسي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والعسكري بالتأكيد طبعا واخد بالك انما انت محتاج عسكري اه محتاج لانك محتاج رد ع طول الوقت يعني لما 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 الناس هتشوفك ضعيف هيستقو القلب عليك وبعدين هتقنحهم انه لأ خلينا طب هل مهم من نبقى اه مهم من نبقى في رد يعني النهاردة اسرائيل في تقديري وهي بتتخانق مع مع المقاومة الفلسطينية كل التحية للشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية صمود اسطوري بصراح مش مسألة صمود في الضد الموت لان ضد الموت ده العسكري اللي انا اتكلمت عليه ده اللي هو النموذج المثالي داخل في مزغل اللي انا عارف انه هيموت ويعمل لا ضد الجوع ضد الحاجات البشرية ضد الابن يموت ويقول الحمد لله ايه ده ايه ده فهذا النموذج من الصمود يخلينا يدفعنا ناخد مثال اللي هو الفعل الانسان اللي ما يفقد تأثيره مثاله للصمود مثاله للالتحام مثاله لما الهدف يبقى كبير يبقى احنا مضطرين نبقى كبير في سؤال بيطرح نفسه وهو بالاضافة كونه سؤال مفروض علينا نتدرسه مع بعض وحضرتك ادرى مني في الاجابة على هذا السؤال وايضا يمثل معادلة رياضية بين قطبي العالم احنا كمصر زي ما ذكرت حضرتك معالي الوزير احنا بنعيش في اجواء مفككة وخصوصا دول الجوار يعني انت بتتكلم على ازمة قصادية موجودة عالميا وعندك نعم وحزم بقى انا حزمتنا انت بخدش ولك انا حزمت ما بتكلمش على اتجاهها طيب وطيلة حياتنا علاقتنا بالاتحاد السوفيتي كدولة حليفة صديقة فيها علاقة مودة ومحبة وترابط بينها وبين مصر من قديم الازل الاتحاد السوفيتي مشغول في حربه مع اوكرانيا واسرائيل في سياستها العدائية للدول الشرق الاوسط المحيطة بها سوريا ولبنان وفلسطين والتبجح الاسرائيلي المتوغل داخل هذه القطاعات وما وراء اسرائيل وهو الولايات المتحدة الامريكية طب الولايات المتحدة الامريكية سقطت عنها قبعة الحياء في المعركة الروسية الاوكرانية وانصحبت منها بعد التهديدات اللي وجهتها الروسيا والرئيس بوتين له خلص تحياتي لم يرضخ في التهديد الامريكي ومساندة اوكرانيا واعلان امريكا بمساندة اوكرانيا الان يا فندم وبعد الاعلان الرسم عن مساندة الجانب الاسرائيلي وبعد كافة القرارات الصادرة من المنظمات الدولية بادانة العدوان الاسرائيلي كيف يكون الموقف من وجهة نظرك الاستراتيجية والعسكرية البحتة الناس خايفة الناس بيقولوا احنا هيجي علينا الدور امتى الموضوع يا فندم خلاص احنا بقينا في مواجهة سياسة التهجير فرضتها اسرائيل على الشعب الفلسطيني ومصر دخلت المواجهة اعلنت برفض هذه السياسة الرئيس السيسي مقاتل وخلفه جيش قوي وحضرتك اكدت هذا الكلام كيف تتناسب هذه المعادلة من وجهة نظر حضرتك يا فندم كل اللي انا قلته جزء من المعادلة اللي هي ايه زي ما قلنا الامن القومي قدرة وقدرة اقتصادية وديبلوماسية وعسكرية انت بتلم بديبلوماسيا بحاجة انت بتلم عنه الهجرة الغير شرعية انا مقتنع جوايا جدا بص امريكا قالت ايه لو اسرائيل ما كنتش موجودة كنا اخترع نحن وبايدن الرئيس بايدن قال ايه قال لو مش شرط انك تبقى يهودي عشان تبقى صهيون نعم انما انت هتبقى صهيون دراع في المنطقة ومهتمة بالتطبيع ومهتمة بس مش عايزة تدفع فطورة يعني يعني السعودية دلوقتي بتقول ايه حل الدولتين قصد التطبيع مع السعودية فهو برضو حتى مش عايز يدفع الفطورة دي الزواج المعايير اللي خلى امريكا ترفض حتى اللي هو حكم المحكمة الدولية وتقول ده يوم اسود ده يوم اسود قالتها اسرائيل لكن هو يقول ان كيف جرؤوا ولازم نحاكمهم القضاء يعني انا قصد خرجت برا هناك يا فندم احد اعضاء الكونجرس الامريكي قالها صراحة في تصريح في وكالة انباء رسمية بالولايات المتحدة الامريكية لو تم تنفيذ قرار الاعتقال لوزير لرئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو لجاء الدور علينا امريكا رفض يا فندم هذا القرار فعند النهار ده اولا القدرة المحكمة الجنائية الدولية انها تقول هذا الكلام ده كلام متغير الجامعات في امريكا ده كلام متغير اللي هو فكرة الوعي فالفعل الانساني لما يفقد تأثيره غير الخطاب الاعلامي اه غير الخطاب الاعلامي في 7 اكتوبر اللي قال ده بيهجموا الاطفال وبيموتوهم والمعلومات كذبة انما ما كملش عليه يعني ما كملش عليه وبالتالي انت الرفض الشعبي والتاريخي زي ما انا حكيت من ايام النقراش باشا لغاية رئيس السادات واخد بالك مرورا بالرئيس عبد الناصر لرفض الفكرة فده هيتنه موجود هل محتاج تستخدم ادواتك اه محتاج تستخدم ادواتك ده ادواتك اللي هي ايه انت موقعك استراتيجي اه اللوجيسيات العالمية بتمر من خلالك فان المكان يبقى فيه مشاكل شيء مضرر بالمنطقة اه ان يحصل هجرة غير شرعية وتجار مخدراته وبتاعه وهو خايف تاني هناك من ده كله كل ده ادوات لازم تقولها انا جوايا قناعا انه ما ننزلقش طيب زقوا الفلسطينيين من الجوع مش هقول بقى من الموت كمان انهم يخشوا هنا الحقيقة مشهد انا غير صدق لو تخيلت هتقدر تعمل ايه لكن بالتأكيد مش هتقدر تأذيهم لا انسانية مش لا انسانيا لا عربيا ولا ولا مصريا لا مصريا الاول ولا عربيا ولا انسانيا خليني مصريا فانسانيا فعربيا تقدر تعمل حاجة ايه الحلول الموجودة نهاردا انت عامل المينة اللي بتتحرك ده ده خبر نازل انه بنقله مش عارف 600 طن تعرف 600 طن يعني ايه يعني 12 تريلا ايه بتشيل 50 وتشيل اكتر يعني بناقصد بتكلم يعني لو 12 تريلا داخل انت بتعمل ده هل شارون لما تعرض عليه هجروهم امريكا اللاتينية لا كان رافض هو عينه على على سين هو عايز يحط مشهد في غير صعوبة انت بتلعب بيه بكل ادواتك حتى اقتراب سأديري كل القوة انها تواجه موقف اقتصادي صعب عشان جزء منها انك مصر بتنها صمدة وثابتة في هذا المكان لصالح القضية الفلسطينية اساسة طب انا اجم هنا انت اخسرت القضية خلاص انت حلتها اصبحت مفيش قضية مفيش قضية موقف الحقيقة ملتبس جدا وهقولك حاجة انا بدون مسكر اسماء كان فيه حد جاوب اجابة ان الموقف في غاية الصعوبة ولازم تستخدم فيه كل الادوات لو حصل هذا الكلام لانها ما تقدرش تنكر ان دا ورد يحصل لكن غاية فانا اتصلت بيه حتى قلت له كده انا بشكرك انك ما قلتش رأي حاسم لان التجربة حتى بتاعة 2006 كان فيه محاولة الاختراق ورجعهم 2008 بس ما كانش العمليا بالقسوة دي برضو انا براهن على هذا الصمود الاسطوري والرفض الفلسطيني للمجاية الاسرار المصري والرفض الشعبي لحل القضية على حساب مصر ولا سامت ده موقف عربي متاخد يخليني نقول عدم وفقة امريكا برضو ما نقدرش ننكر والاتحاد الاوروبي على عملية رفح لان البعد الانساني فيها يعني ايا كان المسمى يعني متغارق كبير اعترف ايرلندا والنرويج واسبانيا بالدولة الفلسطينية لا متغير عالمي الجامعات متغير عالمي الدول متغير عالمي الفعل الانساني والوعي في ناس بين قدمين واحنا بنادعي حقوق الانسان والوطنية والبنى الرهيف ان في ناس بتموت لا متغير قد ايه هذا الصلف انا انا مقتنع ان اسرائيل عندها احساس مفقد القوة يعني بمعنى ايه هم ما بتكلفش حاجة في الزخيرة نعم ما بتكلفش حاجة في السلاح اللي بيضيع نعم ما بتكلفش حاجة وبعدين بيستخدم زخائر هو في حرب دلوقتي صعب انه يكسبها صعب جدا هو او غيره هو اعلى الحروب الغير متماثلة دي الاسمتريكا اللي هي قوات غير نظامية قصات قوات نظامية لانها بتحتاج نيران اه هو معاه نيران اللي هي القوة النيرانية معاه معلومات وخبرات لا معاه بيانات عن الاهداف بدليل كل الفترة دي مش عارف يلاقي ناس في 365 كيلومتر مربع حتى الحوار الدبلوماسي بتاحهم اللي هو كان فيه نوع من الحنكة شوية ابتدأ يبقى صارخ جدا يعني انا بلا حتى شايف واحد على البي بي سي واحد من الفكرين الاستراتيجين لا ابتدأ يبقى عدواني جدا يعني حتى محاولة الدبلوماسية في سياغة افكارهم مش عقلت في تقدير امريكا تخسر كتير وحدية القطبية اللي هي فيها هتخسر كتير لان النهاردة روسيا والصين بيتفرجوا ليه هتبقى متعددة الاقطاع هي عايزة كده هي عايزة كده بدأت باوكرانيا وهتنتهي بغزة نعم واخد بالك ولسيامة ان الناس بتاع غزة بيصنعوا صلاحهم نعم يعني مخارط وكلام يعني جزء من اه في تهريب طبعا في مصدر صلاحي اليوم رئيسي كان الجيش الاسرائيلي طبعا يعني هما زباين اللي بيسرقوا من الجيش الاسرائيلي من الاسرائيليين فالنموذج المحكمة الدولية مع ضغوط الاعتراف بدولة فلسطين مع الصمود الفلسطيني اه 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 لو اسرائيل ما بطلتش رفح يبقى هي بحثة عن عن حاجة اقرب الحرب العالمية مش شرطة الحرب العالمية انها كلها تبقى في مكان لان لا اختيار بتهد قدام الاختيار صفر نعم ده ده مباشر الامن قومي نعم تبقى لقواعد والقوانين انت مضطرت انت طول الوقت حريص على انت تقول انا محافظ على السلام انا محافظ على المعاهدة لكن في اشياء غير مسموح به ودي بالتأكيد من الاشياء الغير مسموح به الدور الريادي المصري والممثل في مجهودات القيادة السياسية المصرية ده اكيد لا ده مش اكيد دي برضو اللي طلعت الليها الجيش بيعمل ايه ده بيتضرب بتتجند لسه ولا احنا لغينا التجنيد بتطور السلاح بتتعدد مصادر السلاح ده جيش الدبلوماسية بيعمل ايه ده الوزير سامح شكرا ما بيقعدش في مصر اقتصادي بتعمل ايه بتكرر نفس الفكرة لإعادة إنشاء وتشغيل والمصانع والمزارع وكل اللي بيتم اللي هو في مفهوم التنمية انك قادر على انك هناك مش لما هتوقف عنه مصدر السلاح اللي هو اللي ما بيتفعش تمنه وهنا انت بديك زخيرة بتعملها فرح العمدة لو عارف انك هتشتري الطلقات دي مش هتعملها هتشتري القنابل دي مش هتعملها ده قد ايه هذا المجتمع الامريكي هيصمد لفكرة إنه من فلوس دفاع الدرايب هيدفع ده نموذك انت بتصيره تصيره اعلاميا بتصيره بالقعدة اللي احنا عادينها بتصيره بالاعلام المواطن بتصيره بالسوشيال ميديا ده ده موجود لكن على الجانب الآخر انت بتعمل اصطفاف حرب انت بتعمل منوراتك بتعمل تدريب بتعمل مراكز قيادة كل دي رسائل يمكن في 2011 بدون ما نذكر أسماء كانت احدى النمازج للسيطرة إنك بتعمل تبور ليقف الشارع يعني كان لما الدنيا فلتت قوي انت مش عايز تدرب عن ناس نار نعم كان في السويس عملوا كده يعني عملوا زي عرض رياضي في الشارع إنه إحنا نقدر يا رجالة بس عيب نتخانق مع بعض مش عايزين ندرب نفس الكلام نشوفت في مجلس الوزر أنا فاكر المظلات كانت في الصيحاتها وكده في الباب يفتح طب ليه يعني نقصد إيه إحنا كلنا في جانب واحد نتعدد في القراء لكن لكن بالتأكيد من مفهوم الفكرة مش الاكتفاء الاكتفاء الذاتي دي يعني إنك تبقى قادر على إنك تدير حياة ويمكن نموذج 67 يدي نموذج هايل نعم من من سلاح ما تدمر لأسر بتهجرة رغم ذلك من الحاجات الغريبة معدل النمو كان ساعتها ستة وسبعة من عشر في عز اللي أنا بحكيه ده جاهز زي هو للأسف إحنا أفضل ما فينا للأسف يعني أفضل ما فينا بيظهر أثناء الأزمات يعني ياريت إحنا في العادي بتاعنا زي أثناء الأزمات ففي لحظات الأزمات دي إنت تكلمت على الاستفاف الوطني دفعت لهذا لأنك شايف المشهد ضرورة حكمية واخد بالك ففكرة الصفاف الوطني أو فكرة الاستعداد أو فكرة كن مستعدا ده أكيد بين في كل الأداء بين في الأداء السياسي في العلاقات في الرسالة الإعلامية في حتى محاولة إنشاء بغض النظر سواء قنوات إعلامية أو مواجهة كتاب إلكترونية بكتاب إلكترونية محاولة توضيح الحقيقة ومحاولة إفهام الناس الموضوع مجد بالمسي هاي المحاولات الاختصادية في اتجاه الزراعة والصناعة وصياغة مبادرات والندوات اللي بتتم الحوارية على كافة المستويات المجتمع المدني فكرة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني أعتقد في تقديل أنا كشخص مش عشان قادة ده بكتفزيون ابتدأت تتحسن في الفترة الأخيرة جدا ومع فيه إدراك إنك محتاج هذا التوحد بين هذا ده بعد عودة دور الدولة من جديد الفند والدولة رجعت لرونقها وفرض رقابتها القانونية والدستورية على المؤسسات الخاصة وده شفنا نتائجه في القضاء على السوق الموازية بالنسبة للعملة ضبط حركة الأسعار بالنسبة للأسواق فهذا يتطلب مننا إن إحنا المواجهين السياسيين أمثال السيد اللواء طريق المهن رسالتك للمواطن المصري اللي بيشوفنا دلوقتي وفي هذه المواجهة التي تحتم علينا الاستفاف خلف قيادتنا السياسية وننسى خلافتنا الشخصية ننسى انتماءات بين مؤيد ومعارب بين مسلم ومسيح بين شرقي وغربي حضرتك حابب تقولي للمواطن على قدر المستطاع اعمل تحريرك الشخصية يعني ما تبقاش مجرد متلقي لحد بما فيهم اللي احنا بنقوله دلوقتي حلل كده فيها ومش هقولك بص حواليك حلل أنا باكل أقل شوية يبقى أنا محتاجة بزي المجهود شوية أنا أنا كمواطن محتاجة بزي المجهود شوية ولا محتاج الدولة تراعي أشياء معينة طب الدولة تراعي أشياء معينة ما انت مفتوح لك المقترحات والمبادرات على مستوى الوزارة وعلى مستوى المحافظة وعلى مستوى رئيس الوزارة وعلى مستوى رئيس الجمهورية وما تزهقش بس ما تبعدش مشكلة شخصية ويتقول ده ما ردوش علي لا أنت بتقول رؤية عامة أنا النهاردة وأنا برا للدولة لما حد بيقول لي أن أنا عندي ابتكار أو عندي ريادة أعمال أو عندي فكرة يعني شيء بالشيء يسكر لما واحد جاء بيحكي على براكز ابتكارية لتنمية الزراعة والتأهيل الناس والتسويق والقوانين اللي هي البيئة اللي بتكلم فيها قاعد تسمعهم نعم طب أكيد الدولة هتسمعهم لأنها محتاجة وعندها مختصين الراجل اللي جاء بيحكي على مشاريع صغيرة لإدارة مخرجات الروس والأعشاب وأن ده يبقى مشروع صغير أو بيحكي من المنظور تاني مش فكرة أنه أنا بنظف البيئة بس فهذا بذل مجهود النموذج اللي زي ده موجود دائما نموذج المبدع اللي بيحاول طيب هفترض جدلا أنه معرفش يوصل صوته اللهم أنه حاول حتى يعني يريد شرف المحاول إحساسه وهو قاعد حتى قدامي بيتكلم إحساس بالفخار النموذج خلينا مش حد اللي يصغلنا عقلنا إحنا نقرأ المشهد بكامله بدعيوبه بمميزاته طيب المشهد ده بتكمله ده يوصلنا لغاية فين طيب أنت لك إضافة إبعتها إبعتها بالصياغاتها الطبيعية بالشرط أنك الصياغة أنك بتهاجم حد أصله فلان الفلاني اللي في المكان الفلاني بيسيق استخدامه ده ده شكوى اللي مكانها تاني ده ما شكوى لها قضاء مكانها بتاع لكن أنا أصد فكرة أنك تدي ودنك فكرة الوعي والفعل الإنساني لكل اللي يديك صف وبرضه عشان أبقى ما ظلمتش الناس الإعلام بشكل عام والإعلام مصري بشكل عام محتاج طول الوقت يبقى سريع في التلبية وبينقش موضوعات جدة وأنا كان في حد بس عشان ما بقاش بذكر أنا فجأت تطورت جدا واحدة مزيعة شفتها تطورت جدا وبتناقش بجدية الموضوع لأن الأسهل حاجة أن أنا إيه أنا لا عايز أتهم مواطن ولا عايز أتهم دولة الدولة بتبزي الجهود غير طبيعية طب أنا أكملها إزاي كذا دور الفرد يا فندم ودور الجماعة وبرضو بتوجيه ودور المجتمع المدني ودور القطاع الخاص الراجل في القطاع الخاص أنه يحاول يوجد لك فرصة عمل ويوجد لك تدريب ويوجد لك فرصة القطاع المجتمع المدني أنه يدور على أنه يخدمك لكن بشكل عام زي ما مصر هو دايما لو فيه بقعة في البدلة اللي أنا لابسها هتشوفها فيدور على بقية البدلة يعني سيادة اللواء في نهاية لقائي بحضرتك أنا سعيد جدا وفخور جدا بهذا اللقاء اللي بعتبره محاضرة توعوية من منصتنا الإعلامية للمشاهد المصري والمواطن المصري بشكل عام السيد اللواء طارق المهدي شرفتنا ونورتنا النهاردة ونتمنى أن حضرتك تشرفنا بلقاءات تانية ساعدني أنا ساعدت بك محمد باشر رغم من الموضوع الموضوع طبعا شائك ليه لأن أنا حريص جدا على الناس تسمعنا مش أنه إحنا نبقى بنوجه لهم حديث تاقلهم إن إحنا بنوجه يعني شكرا يا فاندل شرفتنا مشاهدين الكرام انتظروني الخميس الماضي وحلقة جديدة من برنامجكم ولادي البلد الخميس القادم اللقائي مع حضرتك شرفتنا ونورتنا نستطيع اللواء شكرا